وبعد ما اتفقوا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنهم حيتقابلوا تاني في موسم الحج العام القادم طلبوا منه عليه أفضل الصلاة والسلام إن يرسل معاهم للمدينة من يعلمهم الكرآن وتعليم الإسلام فاختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وسافر معاهم مصعب للمدينة وبدأ في نشرة تعليم الإسلام فلما عرفوا قد إيه يسر وصولته وإنه طريق النجاة في الدنيا والآخرة انتشر الإسلام أكتر وأكتر في المدينة وفي خلال عام أصبحت المدينة مهيئة إنها تكون أفضل مكان ينتشر منه الإسلام للعالم أجمع